صراع نازلية خضه العراق منذ سنوات مع اللسان الملحي الذي يواصل تمدده وتسلله إلى شط العربي ملوثاً مياه البصرة ولدفعه بعيداً فإن العراق يرمي بنحو 17% من وارداته المائية سنوياً إلى البحر بغية صد اللسان الملحي عن شط العرب وهو خيار مكلف مع تناقص كميات المياه الواردة أصلاً إلى العراق من دول المنبع وزير الموارد المائية مهد الحمداني حمل الجانب الإيراني مسؤولية ارتفاع لسان الملحي في البصرة جراء قطعه جميع الروافد التي تصب في شط العرب قائلاً أن هذا المادة ترافقه تراكيز ملحية عالية إضافة إلى قطع مياه الكارون وهو ما زاد الضغط على نهري دجلة والفرات لأجل تعزيز الأطلاقات رغم خفاض معدل تدفقهما أساساً إلى النصف محدراً من أن السمرار شح المياه وتزايد اللسان الملحي سيقلص الخطة الزراعية إلى 20% في حال السمرار وهو السيناريو الأسوأ فسوف لن تكون هناك خطة زراعية كبيرة ستكون خطة زراعية بالنسبة قد نصل إلى 20% وهذا موضوع يجب أن يكون تركيزنا فقط تأمين مياه الشرب أزمة تزامنت مع أعلان مديرية ماء البصر عن حاجة المحافظة إلى أكثر من مليون متر مكعب يومي لتوفير الحد الأدنى لمياه الشرب لسكان المحافظة مشيرة إلى أن مشكلة الملوحة باتت تتسبب في موجات نزوح من شمالي البصر وتحديداً من مربي المواشي والجاموز في مناطق الفاو وأب الخصيب وهو ما أكدته الأمم المتحدة ومع تفاقم الأزمة تعترف لجنة الزراعة والمياه النيابية أن وزارة الموارد المائية باتت عاجزة عن وقف تلوث مياه الأهوار نهيك عن البطالة وهلاك الحيوانات والتصحر حيث ليست هناك من حلول حتى اللحظة لكل هذه المآسي ترجمة نانسي قنقر